ماذا تحمل عودة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بوريك في هذا التوقيت سيناريوهات عدة يثيرها هذا التساؤل المحاط بكثير من التوتر السياسي وقليل من التوافق بين الحكومة وما يسمى بالمجلس الانتقالي رسالة رئيس الوزراء أحمد بن دغر التي طرحت المشكلة على بلاطة كما يقال حذر فيها من تكرار صراع يناير جديد بين أبناء الجنوب وحمل قادة المجلس الذين يملكون السلاح والمال مسؤولية حفظ الأمن في العاصمة المؤقتة عدن محاولة بن دغر الدفع باتجاه اعتبار الحكومة والمجلس الانتقالي شركاء لابدلاء واجهها بيان المجلس برفض ضمني من خلال التشتيك بقادة الشرعية في بيانهم الذي كان شديد اللهجة وكثير الاتهامات منزل المحافظ الرسمي الذي رفض عيدروس تسليمه لخلفه المفلح عقد فيه اليوم الأربعاء اجتماع المجلس الانتقالي في إطار التجهيزات لتظاهرة سبعة سبعة والتي دعا إليها المجلس عدن بين خيارات مفتوحة في ظل غموض رؤية المملكة السعودية والإمارات إزاء كيان يحظى بنفوذ عسكري وسياسي أكثر من الحكومة الشرعية والتي جاءت تحالف لدعم استعادتها في اليمن أيام قليلة ستفسح عن مخرجات هذا التوتر في عدن ما إذا كان فقط إثبات حضور وفاعلية من قبل عيدروس وابن بوريك أم خطوة تسعيدية في طريق الانقلاب على الشرعية هذه المرة من جنوب البلاد